أضيف لك قضية أي شخص لم يقوم بتلميع هذه الطبقة السياسية بالتلميع لهذه الطبقة السياسية أغلبها لا نقول لكل سيصنف في أربعة إلى خمس خانات إما بعثي يصنفونه إما بعثي إما داعشي إما وهابي إما أرهابي إما عميد وهذه الأسطوانة المشهوقة لذلك نحن دائما نواجه هذه الاتهامات قبل تقريبا ثلاثة أو أربعة أعوام طبقا لوزارة التخطيط طبقا لوزارة التخطيط كان أنا ذاك السيد نوري الديليمي 49% من الشعب العراقي 49% من الشعب العراقي ولادتهم بعد 2003 ولادتهم بعد 2003 هذا شفتهم من البعض شفتهم ماذا عرفه من البعض يعني هو مخلوق بعد السقوط بعد 2003 واللي عمره 10 سنوات 8 سنوات هذا شفتهم من البعض لذلك الآن إذا ترجع للإحصائية على الأقل 60 إلى 65% من الشعب العراقي لا يعني يعني ولادتهم بعد 2003 لذلك أي شخص لم يقوم بتلميع هذه الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 ولعد هذا اليوم سيواجه إما التهمة البعثية إما بعثي إما عميل إما إرهابي إما داعشي وهذه الإسطوانة المشروحة زين أستاذ محمد إذن أنا يسأل سائل لا سمحت لي سائل يسأل يقول هسا المعامل ومعرف شنو هذا عامل إقليمي ميردون معامل تشتغل على الأقل كان الحكومة بعد أن يقلص دوام دوائر الدولة خلي نقول ساعة ثنتين توفر الكهرباء للمجمعات السكنية وللمواطنين يعني البيوت المواطنين هذا رح يصرف لها أكثر ليش حتى ما يتم إعطاءها للمواطنين بصورة صحيحة شنو بزح فرانية أطفاء 19 ساعة مقابل 6 تجهيز كل ساعة تجي كل أربع ساعة تجي ساعة متذبذبة متشغل سبلت